في نادي الإفريقيا يا رم في الجامعة التونسية لكرة القدم نعود راحب بيك من جديد سيميهر مرحبا شكرا جزيلا بيه قل نبدأ الحيوانة متعنا سيميهر الوضعية النادي الإفريقي يكيد اليوم تطرح أكثر من سؤال وضعية من أجم أن نقوله أسوأ وضعية بصلاة النادي الإفريقي في تاريخه و ألا ليه أسوأ وضعية بطبيعة الحال وحبيت معناه أنا بالمناسبة هذه أنا عندي سبعة شهر ما تكلمتش عن نادي الإفريقي من الأخر لقاء وقت اللي من المجموعة اللي حاولنا وقتها في شهر جويليا وما لو لزمها المحاولة بتاعنا معناه بقت في الفشل وكان هناك خفاق كله معناه حتى جمهية النادي الإفريقي معناه تأزم الوضع وحتى من تهمنا بالخيانة باعتباره بس نسللك عليها بعضة منا خليها حبيت نحط الأمور وعلى هكا نحن من الناس قررت اللي معاش نتكلم خطر أنا كنا وقته في إيتار مشروع مبادرة وعمل ما قلت مبادرة هي مشروع مبادرة ولكن مش نرجع للمعناه حالا تعنادي إفريقي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالظروف المادية المفقودة وبالتوازي مع ذلك معناه فم عام الإدارة وعام الإدارة اليوم ولا غايب تماما معناه وضعية مادية متأزمة وما فم حتى حلول ومع ذلك غياب كل معناه لهيئة مديرة تقود في المعناه السفينة هذه شوفوا النتائج ذولي أسوأ نتائج في تاريخ النادي على المستوى على 60 سنة وال55 سنة الأخرانين عمورها ما صارت أنا أتفكر المرحوم الله يرحمه معناه معناه يحكي لي أول مرة وقت لي تحمل مسؤوليته شد النادي إفريقي عمره 33 و 34 سنة ولبى نداء الواجب نادي إفريقي كان في وضعية شبيهة بهذه ويظل يذيهم زدنا أكثر قبل الأخرة في العليل لا وقت لي شدها بعد 7 و 8 مقابلات نادي إفريقي كان في مؤخرة الترتيب ولكن تحملوا مسؤولياتها مرجع للنادي وقتها ذي يذيين أوكي ما نتواج ماليين كيمة هكذا لا لا ماليين شو أن اليوم النادي الإفريقي جمعية فقدت جميع مقاومات مصطلح جمعية شمعني هو جمعية؟ جمعية فما هيئة مديرة سعير جمعية والهيئة مديرة عندها برنامج رياضي وعندها برنامج إداري وعندها برنامج مالي وعندها هيئة قانونية وعندها هيئات مالية هذا الكل غير متوفر اليوم في النادي الإفريقي ونجم نقول لك اليوم من الناحية الهيكلية النادي الإفريقي معناها ذر رياضيا وذرع على جميع المستوات من اضعف الفرق في المعنى في تونس اليوم عليش نقولوها بكل صدق فما اخفاق راو الاخفاق الاعتراف معناها بالذنب فضيلة راهوا معناها الله غارب لانا معتقدوا عمري من نجم نهار نسب مسؤول في النادي الافريقي او عبد حمل مسؤولية في النادي الافريقي خاطروا ايش نيل لكلها اجتهاد يا ما تنجح ولا ولا تخفق ولكن اليوم نشوفوا في السفينة قاعدة تغرق والماء يدخل لها من كل بلاسة والناس قاعدة تتفرج انا نعتبر انه اليوم فما معناها خطاب يزم نكون تعم مسؤولية خطاب مسؤولية شوما انه يقع الاقرار انه الهيئة هذية غير قادرة غير قادرة بيش تواصل المهام متاحها ويبدو انه الحلول قبلها تكون حلول قانونية يزم تكون حلول داخل النادي انا كل ما اتمنيه حتى يزي نوفره على النادي باجراءات تقاذيك السوء على مستوى الرياضي او على المستوى القضائي يخويا الاخفاق هذية والحالة اليو سنالها والجماهير الرياضية لثائرة وعندها الحق في الثورة متاحة باعتبار ما هيش قابلة موش وضعنا ما انت جمش تكون النادي الافريقي جماعية اليوم تحتفل بالمئة ويمتاحها اكبر قاعدة جماهيرية في تونس تكون في الحال هذي مش معقول معناها حتى كان حاولوا نوصلوها حتى وكان فما شخص يكره النادي ويحب يوصل للنادي للمرحلة ديه ما يقدرش خلي اليوم نرقوروا واحنا معناها اليوم في في ازمة معناها ما عادش نجمة ازمة حياة او موت دونك انا دعوتي الى الهيئة المديرة الحالي بدون اي تشنج وبدون اي سبان وبدون اي تتيح قدر من فضلك يا عيشك نعرف كنت في النادي الفاقي عندك سنوات عاونت الي تنجم تعاون عطيت فلوس ربا الي نجم تعطيه ولكن اليوم وصلت الزنقة للهارب اليوم لا بده انه الهيئة المديرة هذي تسلم المشعل الى هيئة موقتها يختاروا الي يحبوها مضال حالي اليومات الي وصلتني منذ قليل عملت بحث الاتصالية ترفض عبسة مليون سي تنحي كان بالانتخابات الي بتصير ويدعا لها هو مانا هو والله يشو نقول لك المعناية او بش النقل انا انا حبيت نتحدث من المستوى الرياضي لانه نادي افريقي عائلة ونادي الافريقي ناس وقت الي تاخذ المسئولية تقعد مرتبطة تاريخين بالمسئولين السابقين على الاقل احنا كيخدمنا في النادي افريقي سنوات عديدة كنا كي نتعامل واحنا نتخنب بيدنا شباب كنا ديما نتفمى التواصل مع الهيئات ومع المسئولين القدامى حتى وقت الي يفمى ازمة تقديم ولواني مانا ويفخك شبابش السماع هالي ديما الخلافات في النادي الافريقي بين المسئولين موجودة والله يجو نقول لك راو ملا بش نكونوا صادقين معناه طوانا والله ما تهو حديث صراح ومش كان في الكلوب كهو لا لا حديث صراح وما نش بش نغلطوا الناس والله يراو المشاكل سارة في النادي افريقي وقديم عندي على اقل عشرين سنوات معناه قريب في حذرة النادي والله يراو بينزوز اشخاص فقط لما تقول لك مسئولين راو ما نحووش معناه انه هالخلافات هذي نحف فريد عباس حمالي بصبيع مم موجودة معناه الخلاف هذا كان موجود والفين وسبعتاش مم كسرناه وفي بيرو وقت السفاد العبد الكافي واجتمعت جميع المسئولين اللي تقلدوا مسئولية كبيرة في النادي الافريقي واتقابلنا وكان جو بايج وكنا وقت بش نقدمه حتى قايمة فين وسبعتاش وقت ايامات سليم الرياح يوم بعد صارت كيف كيف قانونيا ما القيناش الثغرة باعتباره انه تمسك برئاسة النادي وكل واحد مشي على روح شنو اسبب بالله يا سياسيماي خلينفركوها روما شنو اسبب والله اسبب معناها ساعة ساعة معناها ما نجمش نقول نقول لك الحقيقة انا قريب للمسؤولين القدامة لكل رؤساء القدامة كله تعاملت معه وباتصال بيوم والله لفما حتى سبب جدي والله لفما حتى سبب جدي معناك يقعدوا مبعاثا مما فما حتى شي ولكن ملغ وزادة ما عايزنا نقوله ارى وفما في الجماهية الرياضية برشة ناس تسخن وفما برشة ناس هذوم المحسوبين على المسؤولين هذي سبب المصيبة بتاع نادي الافريقي انه ما فماش يك المسؤولين اللي عندهم قدر ممكن معناه لازم من الركول ومن الاستقلالية معناه خطرنا بريتوب خدمت معه سي فريد خدمت معه سي كمال خدمت معه سي معه المرحوم سي شريف بلامين وشنو وشو اللي عليك وشو ملجم بشو يكون تابع ولا ما تبوع لويش مفهم يش عليش معناه اللي المسؤول اللي عنده ثلقة في روحه يخدم الوظيفة والمهام تجم تكون غيرة بينت بعضهم غيرا تجم يكون كل واحد هو يحب يكون هو الول في النادي الافريقي والله يبا انت قريب برشة السيد فريد عباس وقريب سي فريد وقريب حتى سي حماد يبوش بيها معناه بكيسا محكيت وش الموضوع مثلا؟ والله هو ايجي نقول لك اختلافات ساعة ساعة في بعض الاحيان على الاشخاص مثلا نقول سي حماد يحب مثلا المرحوم شريف بلامين رئيس سي فريد ماذبه شخص اخر مثلا اما ما فميشها خلافات تعميقها لا فم لا حرثة لا ورثة ما بيناتها وزوزوا من ابناء النادي وزوز شدوا مسئولات كبيرة في النادي وزوز عاونوا بطبيعة الحال بشو نقول نسميوه الاشياء بمسمياتها المعناه اكبر واحد مدعم المالي في النادي الافريقي منذ عقود هو سي حماد يبوش بيها معناه هذي حقيقة دائما معناه دوك انا نشوف انه النزاح هذا توتوت ليماني اليوم يزمو طي التاريخ لا سي فريد ولا سي حمادي اليوم عنده مستقبل في النادي الافريقي الوضعية خاصة معاش تسمح؟ معاش تسمح؟ هما بيدهم كاشخاص ورب يفضلهم ويطيبونهم في عمارهم ما عندهم مش مستقبل في النادي معناه دونك اليوم بش يقعدوا كا رموز من رموز النادي امام همش بش يكونوا هما غدوا ترف ان شاء الله كان بش يكونون ترف في الانقاذ عبر ممر وحيد هو يعاونون بالفلوس اكثر ما يمكن هذا هو اليوم معناه كان شوف اما لابور تاسي حمادي وسيفاريد اليوم مالقري خلافات المبيناتهم انه النادي قاعد يختنق النادي قاعد يحتضر النادي قاعد وكان بش نواصل وزوز ثلاثة مقابلات هكا الوضعية بش تتحقد اكثر وزمكم تعرفوا انه النادي وقت اللي في مخه يفقد التركيز الرياضي متاعه النتائج بش تولي نتائج سلبية على بعض هادون كيلزم اليوم نعمل وقف التأمل الخلافات اللي هي معناها بس ما عندها حتى معنا وقتش اخر مرة حكيت مع فريد عباس حكيته عن نادي الفريقي حكينا وقت البارح وقته هو ترحى حتى انا حاولت نتصل بيه برش مرات ما معتها ما يكون مينيكيش فراموا برش الحمد ععفوا شنية رؤيته للنادي الفريقي اليوم والله هي رؤيته للنادي الفريقي اخويا مع الانقاذ انا معاكم اليوم اول حاجة يزمنا نعملوها انه نفكو النادي معناها هذا هو كلام مسي فريد عباس النادي يزمو يتفكو يرجع الى الحذرة الى ولاده اه ولاده عنات برك الله معناها الاشخاص اللي نجحت في النادي الفريقي ونجم نسمي منهم معناها عنا العديد وللعديد من الكفاءات تم سي مهدي الغربي سي مروان حمودية سي اه اه رشيد الزمرلي سي حامد مبارك اه اه سي نابلتان والموجودة مجموعة كبيرة الي اس بن سيسي اه معناها فما عنا العديد والعديد من الاسماء القادرة بش تقدم ونسيت برش هره معناها قاعد نتكلم معكة سي مهدي ميلاد لعنا العديد من رجالات النادي اللي معناها نجحت في فترات معينة النجاح كبير علائش نجحه لانه من يناس سكتين ناس إخوين ن selections نراني بال سامحلي في الممكن رب ما بيش نكون برشا ناس ميش انا نعمل بالمستوى العلمي ونأمل بالمستوى الأكاديمي يمكن غلط أنا نعمل به انه الشخص الي عنده تكوين علمي و تكوين أكاديمي و تكوين معناها معين ما تخليش ينزل للمستوى الي احنا نزلنانه الولوي لانه كيتحد انت ينجل ناخد مثلا ان انا واحد اه خبير محاسم. كي عنده حد ادنى من النجاح في حياته المهنية. يعطينيشي ساعتين في النهار النادي الافريقي. النجاح هذاك بش ينقل هو النادي الافريقي. وهذا اللي صار. اللجنة القانونية زي ما تكون من كفاءات مشهود اللي ها بالكفاءة الكفاءة وين? في ميدانهم. احنا كي ولينا نجيبه في الناكرات في النادي الافريقي والناس ما نسمعوش بها. وناس معناها نشوف مثلا انا شنوه المشكلة المالي تع النادي الافريقي. هو عدم التعامل بجدية مع الملفات. انت وقت اللي ملاعبي ما اش عاشتك بيه. وهذه معناها انا شديد ستة ولا سبعة سنين. اه رئيس لجنة القانونية في النادي الافريقي. الملاعبي اللي ما عاشتنا بيه والمدرب اللي ما عاشتنا بيه. اول حاجة نعملوه نعملو محضر فسخ. نعملو كتب فسخ مبيناتنا بالطراضي. نعترفولو بالمبالغ. اول يوم كتب الفسخ في النادي الافريقي ما عاش نعرف كيف عاش نعملوه. ما عاش نعرفوش. معنا انا نقول. لجنة زوز الكاميرونيين سار معهم كتب فسخ ما تم شعر يميدو. خطي تعمل بتريقة غالطة. ابارة طريقة غالطة. يا رسول الله هل يعقل. في بالكم اليوم النادي الاموال اللي مشات هباء انا علاش. ملاعب عنده عقد بثلاثة سنوات. يقع فسخ عقده بعد ثلاثة شهر. تعرف القانون شي يقول. جميع الفترة المتبقية كمال لو وتم تنفيذ العقد. في الوقت. اذا كان انت حكيت معا قلو جن فسخ ونعطيك كافة اربعة خمسة شهور. طي يمشي على روحه. يمشي على روحه. وحتى ما تخلصوش وقتها. يقعد لك دين مش العقد المتبقى. يقعد لك الجزء اللي انتي متفق فيه. فبالتالي اليوم خرجنا على دابور الاشخاص اللي هي عندها قيمة في النادي الافريقي. وبعدت عن التسيير لأسباب او لأخرى. من الثورة التوى زادة حتى الجماهير رياضية وانا منهم. عندنا زادة مسؤولية كبيرة يزمنا انه ونعترفوا بها. انه معناها دخلنا في الشعب يريد. بداية مع سي جمال عطروس ربي يذكره بالخير. وقت اللي معناها كان معناها تم فرضه فرضا. ولوركو سي جمال ما حتى حد ما يقول للي ما. اما راه رئاسة النادي الافريقي تقتضي انه فما تاجر بب سنوات. مش ما اشهر. ومبعدها هي المسلسل متاع سي سليم الرياحي. ومبعدها هي. دونك اليوم شو اليوم ما يزمنا نيقف. الى هنا مش كنتاع قانون اساسي معنا. والله هي قانون اساسي تعني دي افريقي ما تغيرش اخر مرة تغير عام 48. غيرناه في 2011. بطريقة اعتباقية. وبعد غيره ثاني مرة سي سليم الرياحي. غيره معناها كي تقرى اليوم قانون اساسي تعني دي افريقي ما احترامي للناس اللي كتبتوه. ولكن مش هاذا موش هذا كلمان. ويني اولا وقبل كل شيء. كي نحكيه على جمعية. ولا نحكيه على شركة تجارية. ولا نحكيه على مجمع اقتصادي. شنو اللي يحكمه مو قانون اساسي. القانون اساسي لابد ان يتناول جميع المسائل اللي تمنع الجمعية مفي صورة الحالة هذه مثلا حالة شغول. اليوم ندي افريقي في حالة شغول. قانون اساسي شاكت. يودي كيفاش قانون اساسي مفيش هيكل. ما فماش كان هيئة مدير اخي ما فم هيئة مدير ونجبونع مع هيئة الدعم. وفم هيئة ويد عباس حماسك يا حمادي بوسبي. كيف كيف هو قشي خير مالا حكيت انتو. والله محكيتش معه مباشرة. اما فماش كون احكيه معاه هالاسبوع الاخر. وهو بيدو متحمس للامانة. معناها متحمس. وقال اليوم معناها هو بيدو كان في بالكم حتى الدعم متاعه وقفه للاشهر الاخرة. معناها باعتبار انه مش راضي على الوضع اللي فيه. يا معنا ديس ما ندفع مليار للجامعة. هدك الجامعة. مش هل الجامعة معتاش للنادي افريقي. هكشوفت معناها دعم مش هل الجامعة في اتار خلاص ديون النادي الافريقي. ولكن معناها سياحة ما دي حسب السورس معناها اللي عندي. معناها اللي تصل بيه الاسبوع الاخر. اه ما هو بيدو. معناها ما عاد تغيير الحيني مع تنصيب اه لجنة مؤقتة. ومع انه النادي الافريقي ينطلق في عملية الانقاذ. اللي عملية الانقاذ بيش تكون صعيبة ياسر المرة هذي. لانه بيش بحطوا مسؤولين في اه سمحني في الكلمة في فم مدفع. معناها اليوم ما فماشي فلوس ما فماشي هيكلة ما فماشي نتاج ما فم احد شي. النادي الافريقي ما فيه شي. وبرك الله فيهم المحامين اللي نزلت ولي قامت بالاعتصام هذية هذي هي السورة اللي الحبوها متاع النادي الافريقي. سيمين فما جمعتين مازالوا قبل نهاية الميركاتو. افكتيف رعيف برشة اليوم في النادي الافريقي. مصبع دخل اكبر دليم وشنا نقول معناها. شنو الحل اليوم. بشت اهل ملاعبية جدد هل فم فلوس. هل بشتكمل هكا مشتكمل هكا لو كله براه وسمحني في كلمة. ما عارش قولي انت صحيح ولا غلط مؤهد ده بالتيح. والله ايش بشو نقول. اولا بالنسبة للاهل احضار المال من هنيه الخمستاش فيفري. الا ايضا بقدرتي قادر. دي انه اليوم نعرف الوضع. اليوم نعطيك حتى عملية حسابية لانه مطلعين على وضعية النادي الافريقي. ما نعارش الاموال اللي جات بتاع المستشهر ميساش نجم نقولوه. القطارية واليوم ما نعرفش اسكو تصرفت ما تصرفتش معنا حتى علم. فما هيئة مدير هي تعرفية. القسط الثاني مزال ما جايش. انا نقولك بالقسط الثاني هذي. وبالقسط فما قسط زادة مع متاع المجمع تحسي حمادي بوسبية. وفما المستشهر الاخر متاع الاتصالات. هذو ما وحده من نجم يوفره لخزينة النادي ما يعادل سبعة مليار دوائت ونص ثلاثتاشن مليار. حقيقة. يزمنا اللم معلقة لستةاشن مليون دينار. انه ثلاثتاشن مليون دينار بشتمشي لتأهيل اللاعبين. وفما علقة لتاثة مليون دينار. وفندروا المال. طو بياسويا. ملاعبية يحداش شهر مش خالصة. حياة. انا بش نعتيك طو ببوتاتر سكوب. انا عايش تعرفوه. انا ما تعرفواش. انا سمعت بها البارح في الليل. معناه شي مرد اكثر من نتائج لتعيش فيها النادي فيها. في بالك عشرين مليعبي في النادي الفيقين بقدمين قضايا في الفسخة. ام. تعرفش معناه قضايا في الفسخة. معناه اليوم غدوة. ولا بتجلس كل نهار سبت اللجنة النزاعات. ربما بتصور نجلة النزاعات تجتمع وتقرروا. اما نتصور. نتصور سوريا معناه بشي. ما هيش سوريا عايش. هذا قرار. هذا حكم. ام. كان يزدل. ليه ليه. شفت معناه اليوم ثم برشة الاسوات. تحب حتى المسائل هذي تحب تتقلل في شأنه. ليه ليه سمحني. مدام هم لاعب يمشيه وشكيه والقضية حجزت المفاوضة. معناه وقت الي يصدر حكم. اللاعب في حل من النادي الفريقين. خاطير معناه. نادي الفريقين يقالح وبلاش ملاعبي يا غدو. نادي الفريقين فيكون في حالة غياب. اباندان. فور فيه. نادي الفريقي فور فيه. كان يصدر ضدنا حكم العشرين نادي الفريقين. معناه احنا مهدين بالإذ محلال عن طريق الديون. رياضيا ما عنا اليوم مهدين انه معناش ليستا فيها ستة وعشرين لعب. وين ماشيين يا اخوان. ليش نو احنا توناحكي وذالي اخي عندنا مشكلة مع زيد ولا عمر. رئيس مش موجود. يا والدي ما. اليوم اللي انا بالنسبة لينا دعوة لي. راهوا ام تحب ولا تكره. التاريخ بشي سجلوا اللي هو شد رئيس النادي الافريقي. يا سيد الرئيس النادي الافريقي الحالي. ايجي الموضوع ماذا بينا يتحسم بين اصوار النادي. وفي الباركا. ويتحسم مع ابناء النادي. ما تجيبونا حد ابناء النادي. عنا اخوية ياخذوا المشعل. ويكون حتى هو ترفي الانقاذ. مسالي شي يعاونهم بلي كان فما اه فلوس يزمها تمشي. وان كان انا اشكي يكون في كل مقيل. ولعبنا بمشاعر الجماهير ومشاعر نحن. نحل الجريدة تحل سيد. تواعد اه نادي الافريقي اربع ملين منورو مشاو. معناه يزي متى لاعب هذي. يزي خلناقفو شوية. ناقفو شوية عن النادي الافريقي. مش ممكن. مش ممكن الحالة هذية تتواصل. لحباق معاش طلبه بمغادرتك هوا. لو يطلبه اليوم محاسبة ايسا. شو ايجا نقولك. انا رايي هذية وقلتها ونعاود نقولها. وقلتها عندك يا سيسلام. انا بالنسبة ليانا فما القانون الفايس الباين انا. من اذنبه ومن معناه اجتهده في حق النادي. اخوي نجتهده ونقفقه ذاك معمول به. انا نقولك النادي الافريقي السنوات الاخرى تحتاج الى انو ديت ابخوفاندي. سمحني في الكلمة. عملية تدقيق على كافة حسابات النادي. مش مش نحط الناس في الحبوسات را. ما نحبش انا ما نحب نتشفى ما نحد. وما نحب نشكك في مصدقية. الا عملي خلف. ايه يعطيك صح. اخوي هات نعرفو امورنا. اخوي نعرفو ما لنا وما علينا. تو انا نعطيك مثال. يقولوا النادي الافريقي يدخل من جوان ويكثبوني ان شاء الله من جوان 2018 الى 31 ديسمبر 2019. عام ونص. دخلنا 20 مليون دينا. وبربي غلطوني ربما انا اللي اعطاني رقم. ولي السيد اللي اعطاني رقم قريب في ناحية البيت النادي. ان شاء الله الرقم هيدا غالط. اما احنا هزينا بوتولة بسبع مليار دوية. بوقت قولي الوقت مش وقت. عليش الوقت مش وقت. اخي شنو بربي شنو الكورة التورت على 2010 وال 2009 اليوم. اما الفلوس ولي الملعبية يدخل ساكثة ورش. وعليش. عام و مش انا يجي احنا نحلوه الملف اذيه. تاع اجور اللعبي. والله كان اللعب وفي ملاعبين منتراز عالي. طوى قبل فما ملاعبية جيت. كاليتيت اخر بالعكس. تيما يعطيني اليوم الاجنبي ابرزوز ولا تلاتها ملاعبية. كيسان انتران ديمرجي. يودي اما هذو كم طوى اللعبين اجنب قاعدين يعطيوه يحطيوه في البلوس الجامعياتهم. اليوم انا في النادي الافريقي نعمل 17 و 18 انتي تابع لشنو. و مش نرجع لك لنتيش قلت لانتي النادي الافريقي اليوم مهدد. صحيح النادي الافريقي مهدد. ولكن انتي وقت اللي فما هيئة. حتى الملعبية الحاليين. فانا ظروف قاعدين يلعبوا مساكن. الجماهير تقتحم حجرات ملابس متاعهم. يفتروا يتعشاوى حدا من ليلة مقابلة ما فما حتى حدا. طوى كلام طوى حتى حتى عالبنك. حتى عالبنك اليوم. انا مشؤول قديم متاع النادي الافريقي ما نشوف شو روح يماشي اللوتين ونشوف. عليش؟ لانو يودي اللوتين راوه ليلة الماتش راوه يوم. عندو حرب. عندو حنمتو راوه المدرب وزوث ثلاثة احنا قبل بيكوننا نمشيو مع جمعين نبداوه أربع خمسة مسؤولين. وبعاد نبداوه عالمدرب عندك زوث ثلاثة الالهين بالمسالة الرياضية كما نجيب غميذ وحسن الخلسي والهادي البيار يبداوه مع المدرب واحنا برسي كمال يدير وزوث ثلاثة نبداوه قاعدين بعاد. فماشي مشكلة. فماشي معناها لعب ما نحسوه شبال. هيده هو التأثير. هيده ملاعبين اباندوني. كيوش تحبوهم يعطيوه نتيجة انا ملومش عليهم. البرح كنو تحركيت المجموعة الموحمين كنت حكيت عليهم زي قويلة شوية. معالش للشكل هيدا كيوش يقابلوه حتى الجامعة. والله انا شو وشو. هذوما اولا محامين. ومحامين تنتميه الى حذيره النادي. والتوجه همتاحا من فما ناس تحب تشكك فيه. انا نقولك شو في القانون فما الشرعية وفما المشروعي. الشرعية وحدها ما تكفيش. هاو الشرعية وين تنجي متوصل للكوارد. اه. اثنين انا بالنسبة ليه فما مسار قانوني. المحامين هذو محترموه. المسار بدأ بماذا? انه الجامعة التونسية لكورة القدم اقرت اسبوعين وثلاثة اسابيع قبل انه النادي في وضع انحلال. وتصلت بسي عبد السلام اليونسي. وتصلت بالمسؤولين. وعاينت الانحلال. تو انتي عاينت الانحلال. شنو اني يزمنا. دونك المسار اللي اللي يمشيه فيه هو مسار قانوني. وحت الجامعة اليوم وقت اللي تجتمعها هيئة الهيئة المستقلة للانتخابات. فيه اتار المسار القانوني متاحا لانه انتي كتعاين الانحلال. ما تقفش في المعاينة ويلو المصلي. يزمت تمشي ما بعد المعاينة. نقطة الهنية قانونية وانت الرجل القانون سيماهر. الجامعة متاع الكورة القدم هل من حقها انها تحل الهيئة مديرة مثلا. نجي مثلا نعطيك اكزامبل انا وديع الجري يقولك انا نحل اليونسي. نعطي الهيئة متاع اليونسي. نجي من رادي المستيري يقولك لا انا نخليه. يجي في راس الفيال احرائي جمعية كورة ثلاثة. نقولك لا انا نحب حمودية مثلا انت. يعطيك صحة هذي مثلا هذي هذي النقطة القانونية الحلوة برشا. بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخابات. هي هذي معناه وانا كنت رفي سياغة النص هذي. هذي عملناها باعتبار انه الجمعية تعيش في حالات فراغ. وتعرف انه الفيفا ترفض التعامل القضائي مع الملفات الرياضية. تناغمان مع القوانين الدولية. قلنا نعملوا هيئة مستقلة تنياقع انتخابها. من طرف انتخابات.۔. لتشير العمليات الاقتراع وعملية الانتخابية للنوادي. بتقول لي انت نادي الافريقي كورة قدم ما هوش النادي الافريقي فيك في كورة fala. نقول لك لا يا سمحني سيسلام. الممثل القانوني انت على النادي الافريقي. هو اللي احضر وهو اللي صادق على القانون الأساسي. هذه كفيه ترفوقت اللي احضر وصادق. بصيفته الممثل القانوني للنادي. اللي يضم من بين ما يضم فرح كورة القدم. ما رح لأوله. كيفاش ماش نعمله بالنسبة للشروط التحكيمية، وقت اللي كان فاما الكناس، الكناس شنية أقبل؟ هو شرط تحكيمي مدرج، مدرج باللجنة الأولمبية، صادقت عليه الاتحادات، والاتحادات شكون؟ فاما، معنى وقت اللي الاتحادات، معنى الجامعات الرياضية صادقت على الشرط هذاك، مهيش ملزمة، لأنه التحكيم ما هوش إلزامي، التحكيم هو اختياري، دونك، الجامعية، وقت اللي اختارت عن طريق نص من النصوص، أنه تمشي تلجأ إلى الهيئة المشرفة على الانتخابات، فهو خيار، هو خيار لماذا سنى ذلك الخبار، لمواجهة هاته الفراغات الإدارية والقانونية، التي يمكن أن تحدث في الجامعيات، والجامعية اللي مثلاً كورة اليد ما يحبش يتبع، ما يش لازم يتبع، ما نشبش جمعية يقولوا جمعية كورة اليد بالحمام، ما يتيجاً مثلاً التزم بهذا يا لا، لأنه هذيك نادي مستقل للنادي الإفريقي واحدة، لا تتجزى، فيه كورة القدم، فيه كورة اليد، فيه كورة السلة، هذي اللي جان اللي منبثقة عن النادي الإفريقي، طالما أنه ممثل قانون النادي الإفريقي، حذر وصادق عليك القوانين الأساسية هذيك، فالقوانين بطبيعتها تلزم النادي، وتنزم جمعية، نواصل معك في السياقة ذاية، اليوم ولدت شيء ذاية، وحب كراءة قانونية منك، أنت يزوز الانتخابات اليوم عنا في الكل، الهيئة دعاة الانتخابات، هي تعب سامي اليونسي، بزوز توريخ مختلفة، والجامعة دعاة الانتخابات الأخرى، ولكن شكوم بعد القرار الوقت اللي بيش تقدم للدوسية دانكاجمان بتاعك، وشكوم شعمل، الجامعة هي الوحيدة، السلطة المؤهلة الوحيدة، اللي هي بيش تقول لك هذا عنده صيف، ولهذا ما عندهش صيف، الجامعة، وعلاش هي الجامعة موجودة هي الجامعة، هي وحدة قانونية واقتصادية ومالية تتنظم كرة القدم، ومش كرة القدم بارك لجو بارك، تنظم لجو إلى الهيئة المديرة، اللي هي الهيئة المديرة، مونيس ينفمها جامعة هي اللي تشرف على المسأل هذه، وانا علاش نقول برشة ناس راهوا لستوا دفاعنا على حد شيء، ولكن الطبيعة لا تحتمل الفراغ، اليوم يا رسول الله، وقت اللي لقينا الفرصة بش يفمه على الأقل فصل من الفصول القانونية اللي تخلينا على الأقل نتجاوز العوائق اللي قاعدين نعيشوا فيها، يخوين ما فيه هذي كل فيه في كنف القوانين، والقوانين هذي موجودة ومسادقين عليها، ماش قوانين مسقطة، ماش مناش احنا قوانين، هذي قوانين الأندية صادقة عليها، وهي فينا الموشنوة الغاية متاحة، الغاية متاحة هي سد الشغور لغاية، وتشكيل أنه الجمعيات الرياضية ما تكونش في حالة انحلال، وما تكونش في حالة عدم المعنى النون فوكشنة. مهم، مجموعة من أسماء دورة ديامة هذي من أجل التوالي المنصب التقدم للانتخابات هذي، نحب نعرف عليك فيهم مثلا، مروين حمود يا كمال يدير، كيف كيتعرفهم ليه حسميتهم؟ هاي، بان سير نعرفهم، بس أولاً بش نصلح سي كمال يدير مهوش بش يكون، يوم ديما ديما يتترح حسموه. بعملها لا اسموزيتيت، راح سي كمال اللي أنا نحبه ولا نكره، كان ديما مجمع. سي كمال عبد مع معمر ومعمل مشاكل ما حتى حد. سي كمال زادة عنده برشة استقلالية من نفس كل، مواذي معناه خاصيات. ملو رزموه احنا في تونس مانا نحترموش الناس، سي كمال اللي هو كان مدير عام في دولة، كنا نقوله عليه لا النادي الافريقي يحتاج إلى شخص يضخ الأموة، نشوفه الحالة وقت اللي خلاها كمال يدير النادي الافريقي فانا حالة خلاها، اللي هزت وعملت خليناه ممسينا حتى ملاعبي، وانا اللي يجيين بعدنا كان يحب يبيعي بيا احنا من بيعوش، لانو هذي هي كانت التصور سي كمال. دونك قولك سي كمال يستبعده، أما سي كمال بش يكون موجود في الحزام الإداري تاع التجربة. من بعيد ومن داخل؟ بش يكون ربما معنا في إيطار اللي جيين خطوا اليوم شنو؟ أنا بالنسبة لاي أنا، أنت أذني أنا نحب نحكي على شنو خارط الطريق، معناها اللي النادي الفريقي يمشي لها، اليوم ما نغلطوش، راهي العركة مايش عركة انتخابات، اليوم عركة حياته وموت، وقت اللي بش بش تنقض عبد مش تنزل لكلينيك وتنقضو، لا يزمك تعملو توتان بروتوكول، توتان تريتمان يزمك تحذرو بش تنجم تنقضو، النادي الافريقي اليوم راهو كان بش نخمو اونيك مون في انتخابات وعركة على قواب، رايح حكاية غالطة، أنا أحس براي الخاص، النادي الافريقي يحتاج إلى تشكيل لجنة مؤقتة، اللجنة المؤقتة من كفاءات النادي، يختروهم حتى ما، حتى الناس اللي متصدقين عليهم، بيختاروا أربع خمسة أسماء وهي تقود، مع هذيك الأسماء هذية، نمشي والجلسة عامة، نخارق العادة لتغيير القانون الأساسي لإعادة هيكلة.